أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مجلس الوزراء على فحو اتصالاته ولقاءاته بعدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم مؤكدا على قلق المملكة البالغ إزاءة زايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للأحداث الإرهابية في مصر وليبيا وتونس مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاستثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم وثمن مجلس الوزراء توصية وزراء الداخلية الخليجيين في الدوحة وما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز ولي العه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من أهمية التعاون الدولي بأكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب واطلع المجلس على نتائج اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي متمنيا أن تسهم بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات وأشهد مجلس الوزراء بما أوصت به أعمال الدورة الرابعة لللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي عقدت في موسكو وشدد المجلس على مواصلة المملكة في مكافحتها ومحاربتها للأعمال الإرهابية والنشاطات الداعمة لها موشيدا بتصنيف الداخلية لقيادين ومسؤولين من حزب الله إرهابيين ورحب المجلس بما حققته المملكة من ارتفاع ونمو في الصادرات لمنتجات غير النفطية التي وصلت إلى 200 مليار ريال اشتركوا في القناة